بصوا جماعة عشان نتكلم بواقعية وإحنا هنا ببرنامج الترند على مدار أكتر من شهر ونص وكنا بنركز على فكرة الأهلي في التوقيت الحالي بيستعد إزاي؟ وشباب بالوزداد في التوقيت الحالي بيستعد إزاي؟ ناس كتيرة كان غايب عنها فكرة إن الأهلي على مدار خمسين يوم كان بيحاول يعمل مباريات ودية ومعسكرات في المقابل المنافس اللي كان بيامباريح بيلعب قدامك على أرضه ووسط جمهوره كان بيلعب مباريات رسمية في الدور الجزائري وقلت على مدار خمسين يوم فريق الشباب بالوزداد لعب سبع مباريات رسمية وده معدل مباريات بالمقارنة بمباريات الأهلي فارق شاسع جدا يصب بالتأكيد في صالح شباب بالوزداد عشان كده كان ضروري أتكلم النهاردة أقول يا جماعة ليس في الإمكان أفضل مما كان خلالنا نتكلم بواقعية وبكل صراحة ليس في الإمكان أفضل مما كان الأهل مباريح بيلعب أمام فريق مكتمل الصفوف رجليه في الملعب حالته البدنية على أعلى مستوى حالته الفنية أجهز بشكل كبير جدا عن النادي الأهلي لكن قدر النادي الأهل مباريح بكل زكاء يخرج من المباراة بالتعادل مش عايز أقول يخرج بالمباراة لبرا الأمان لأنه بالتأكيد الأهل مباريح برضه في بعض النقاط وبعض الفرص كان بيحاول يكسب الثلاث نقاط ويخطف نقاط المباراة ولكن انتهت المباراة بالتعادل السلبي هل نشن بقى حرب وتكسير عظام في الجهاز الفن وفي اللاعبين مش وقته الأهل حالية منتصدر المجموعة انت أمباريح بتلعب في ظل غياب عشر لعيبة أمباريح بتلعب بدون بيرسي تاو من أهم اللاعبين اللي كانوا موجودين في كاس الأمم بتلعب أمباريح بدون أليو ديانج بتلعب أمباريح بدون محمد الشناوي حارس المرمى أحمد نبيل كوكا في وسط الملعب يعني حاجات كتيرة جدا نباريح كانت غايبة عن فريق النادي الأهلي عشان كده الأهلي أمامه بفرصة جيدة جدا في الفترة اللي جاية انه يتصدر المجموعة في حال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ميدياما الغاني الجمعة اللي جاية في كماسي أمامه بفرصة زهبية لتصدر المجموعة وده ما حصلش اعتقد من سنوات كتيرة الأهلي آه كان بيصعد تاني وكان بيحقق اللقب ولكن نتائج الأهلي السنة دي في دورة أبطال إفريقيا أنا مش شايفها مختلفة عن الفترات السابق يعني مبارح لما نبص كده على إحصائية الأهلي في أول أربعة مباراة في دورة الأبطال الأهلي لم يحقق سوافوز وحيد وده تحقق برضو في البطولات السابق آخر بطولتين ثلاثة والأهلي في النهاية حقق اللقب بلاش بس فكرة اللي احنا نجلة الزات يعني جلت الزات زيادة عن اللازم مش طبيعي ولا منطقي أنت على مدار خمسين يوم ما بتلعبش مباراة رسمية على مدار خمسين يوم لعيبة كتيرة غايبة عنك على مدار خمسين يوم الجهاز الفني اللعيبة مش تحت إيديه لعيبة بتلعب في منتخب مصر لعيبة بتلعب في المنتخب الأولمبي لعيبة بتلعب مع تونس ومالي وجنوب إفريقيا والأدها من ذلك بعد البطولة ما خلصت بطولة كاس الأمم أنت لاجع بتلعب مبارح بدون الشناوي محمود متولي خالد عبد الفتاح أليو ديانج أحمد نبيل كوكا بيرسي تاو يعني عدد كبير جدا من اللعيبة الصفقة جديدة جايبة في يناير عشان تدعم الفريق ما كانتش موجودة زي اللعب الفلسطيني وسامبو علي محمد كريستو اللعب التونسي الشاب اللي لعب في المباراة الودية وظهر بشكل جيد جدا وكان كولر هيعتمد عليه في هذه الرحلة تحديدا جات لقصابة وبالتالي غاب عن مباراة شباب بلوزداد كلها أمور أكيد بتبقى عكسة لذلك ليس في الإمكان أفضل مما كان لكن فيه جانب إيجابي وهو جانب متعلق بمصطفى شبير مش هطلع أتكلم على فكرة أصل مصطفى شبير أثبت وجوده مصطفى شبير أثبت وجوده وما كانت مع الأهلي من سنتين مش من النهاردة ولكن خلينا كده نتكلم على مصطفى شبير بموضوعية وبيهدوء شوية دي مباراة مباراة دي كانت أول مباراة وأول مشوار لمصطفى شبير كحارس أساسي مع النادي الآن للفترة اللي جاي أكيد هيتعرض لمواقف صعبة في المباراة الفترة اللي جاي أكيد هيواجه ضغوط أكتر في المباراة الفترة اللي جاي أنا الحاجة الوحيدة اللي عجباني في شخصية مصطفى إنه هادي لا بينفعل مع الانتقادات ولا بيفرح قوي مع الإشادات دي نقطة مهمة جدا تتعلق بشخصية مصطفى شبير فحجم الإشادات الكبيرة بمصطفى شبير أنا عارف إنه هو هيعرف يتعامل معه لأنه في توقيت معين هيبقى فيه انتقادات كبيرة عليه خلونا نحافظ على الحارس الأساسي للنادي الآلي التلاتة أربع شهور اللي جاي امبارع عمل مباراة كبيرة امبارع تعرض لمواقف كتيرة في المباراة أثبتت بملادع مجلل الشك إن مركز حراسة المرمى في النادي الآلي ما فيوش أي مشكلة ولما الأهلي كان بيفكر في تدعيم هذا المركز كان بيفكر في التدعيم نتيجة النقص اللي هيكون موجود في مركز حراسة المرمى الفترة اللي جاية مش لفكرة إن مصطفى شبير احنا مش واسقين في إمكانياته إطلاقاً ما بتتحسبش كده ولا تحسبت كده هي بتتحسب إن الأهلي الفترة اللي جاية مقبل على مباراة كتيرة في الدوري والكاس وفي بطولة إفريقيا وبالتالي انت عندك ثلاث حراس مرمى مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف منهم حارس من شهر خمسة هيتم الاستدعاء لي للمنتخب الأنبي في مباراة كتيرة والدية فبالتالي مش هيكون عندك إلا مصطفى شبير ومصطفى مخلوف عشان كده دعمت بحازم جمال من موليد 2005 عشان كده جبت محمود الزنفولي في القيد المحل عشان يكون موجود معك في مباراة الدوري وكانت فيه محاولات لقيده في القائمة الإفريقية في الأيام الأخيرة ولكن لسه احنا بنتمم على الاتحاد الإفريقي القرار الرسمي رغم أن الأمور بالتأكيد صعبة جدا ولكن كل التحية والتقدير لمصطفى شبير على شخصيته المتزنة على أداءه المتميز بالأمس على أنه يعني رفع رأس كل واحد كان بيقول ثقاتنا فيه كبير يا مصطفى في الفترة اللي جاية النهاردة حتى سواءنا لما طرحناه شايفين من أفضل لاعب ظهر فيه مباراة مباراة بالتأكيد بقى في الجزء الأخير نستعرض تعليقاتكم على هذا السؤال ونشوف نوجد نظركم مين أفضل لاعب ظهر أو لعيبة بشكل عام ظهرت فيه مباراة مباراة طيب كل الإحصايات وكل اللي حصل في مباراة مباراة أكيد يعني مش بتصوب في مصلحة النادي الأهلي لأن الأهلي زي ما قلت لحضراتكم خمسين يوم بعيد عن المباراة الرسمية شباب بلوزد لعب سبع مباراة رسمية فرق شازع كبير جدا يا جماعة وارجعوا كده بالذاكرة وورا شوية لما كان الأهلي بيعمل أداء وبيوصل للتوف فورم بتاعه مع كاس العلم للأندية بييجي مع السيناف المشواري الإفريقي في شهر ينار وفبراير بيبدأ الكيرفي ينزل شوية وبياخد وقت على ما يبدأ الأهلي يستعيد مكانته من جديد عشان كده مباراة التعادل أنا شايفه كويس مش وحش أو أنا حافظت على صدارة المجموعة ثانياً مخسرتش ثانياً أنت لسه حسابات المجموعة في إيدك أنت مش في إيد أي منافس لازم نفكر بالشكل ده محدش ياخدك في سكة جلد الزات دي نقطة مهمة جداً كنت عايز أركز عليها النهاردة وأنا بتكلم على مباراة الأهلي وشباب بولزداد